السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد صلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في قناة وصفات أمي الغالية نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وأحوالكم كلها طيبة اليوم راح نشارك معكم وصفة خبز الدار ووصفة بالزفيلة وبما أن قناتي محتوى خاص بالمواجنة يعني سبق وشاركت معكم عدة وصفات متنوعة متعددة حضرت معكم خبز الدار بالسميد بالفارينا حضرت معكم وصفات بدون عجن وصفات سهلة مختصرة وناجحة من أول تجربة يعني أي مبتدئة راح تنجح في الوصفات اللي نحضرها معكم وطبعا إذا عجبتكم الوصفة عن نهار اليوم ما تنسوش الإعجاب الفيديو والاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم كل جديد من وصفاتي على بركة الله نبدأ في الوصفة التانية إذا نحتاجوا كيلة سميد ناعم ما يعادل 300 جرام نزيدوا كيلة غير ربعة تعل فارينا اللي كنت غربلتها وملعقة كبيرة مملوقة خميرة الخبز ملعقة كبيرة مملوقة سكر عادي نصف ملعقة كبيرة تعل ملح الملح يبقى دائما على حسب الذوق والسانوج راح نزيدوا نصف كاس تعل زيت وكاس تعل حليب دافي هنا نبدأ نخلط المكوينة مع بعضهم بهذه الطريقة ونبدأ نزيد في الماء بالتدريش يعني راح نزيدوه بالدفوعات حتى نتحصلوا لعجينة بزاف مرخية وبالنسبة للماء لازم يكون دافي أنا هذي العجينة أخذت لي كاس تعل حليب ونصف كاس تعل ماء بالضبط هذي العجينة راح أدلكم خبزة واحدة وإذا حبيتوا ديروا زوج خبزات راح تضعفوا المقادر هنا كما راكم تشوفوا نبدأ نزيد في الماء بالتدريش هكذا كما راكم تشوفوا ونكمل نخلط المكوينة هكذا مع بعضهم بهذه الطريقة يعني ما زال باش نعجنو العجينة تعلنا راح نعجنوها فيما بعد هنا كما راكم تشوفوا عندي حبابيض البيض راح نزيدوه في العجينة والصافر نحتفظو به باش ندعنو به الخبز تعلنا فيما بعد راح نزيد ملعقة كبيرة مارغارين ديمة لازم تكون طارية بدرجة حرارة المطبخ أنا نحب بزاف نخدم مارغارين ديمة تعرفوها عندها ذوق مميز ذوق الزبدة بزاف هايلة نحب نستعملها اسواف الموجنات الحلويات وحتى في صلصة البشامال وصلصة الجبن راح نزيدوه كيس خاميرة الحلويات ما يعادل عشرة قرام بالنسبة لخاميرة الحلويات نعتبروها كمحسن العجين ورح تمدلنا الطراء والرطوبة للخبز متعنا هلا نبدأ ندخل مكوينة كلهم مع بعضهم بهذه الطريقة شوفوا هاد العجينة راح نعجنها في البيتخة وانتوما اذا ما تفرتش عندكم راح تعجنوا العجينتاكم عادي بيديكم كيما مولفين كيما راح تشوفوا العجينة تاعي بعد ما عجنتها تحصلنا العجينة بزا 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 مرخية باش الخبز تاعكم يجيكم خفيف أرطب راح نغطي لعجينتاها نخليها حتى تخمر ويضع في الحجم تاحها وهناك ما راح تشوفوا سافار البيض لازم تغطوه باش ما ينشفش والعجينة تاعنا بعد ما خمرت ونضع في الحجم تاحها كيما راح تشوفوا جات ما شاء الله راح نوسي شوية زيت فوق طاولة العمل هاكذا ونبدأ نعجن في العجينة تاعي راح نخرج منها الهواء هاكذا بهالطريقة هاكذا كيما راح تشوفوا شوفوا كيما راح تشوفوا العجينة تاعنا بزا 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 تتلاسق في اليدين راح نعاون نروحي بالزيت شوفوا العجينة تاعنا شحال مرخية هنا نجيبوا الصينية تاعنا لراح نطيبوا فيها نفرش لها ورق الطاقي ونزد نغطي العجينة تاعي ترتاح مدة خمس دقائق باش كي نحلها هكذا بهالطريقة تجينا سهلة شوفوا هنا نبدأ نزينها كتا زين ممكن هاذا الخطوات تستغنائوا عليها يعني ما شي لازم انا راح نواسي الديف شوية تاعزيت قطش اللاجينة تاعنا تتلاسق بزا ونبدأ نجمال عجينة تاعنا على الاطراف هكذا كيما راح تشوفوا وانا بعد ما كملت راح نزيد نغطيها بترشونة ونخليها ترتاح مدة خمس دقائق هنا العجينة تاعي بعد ما خليتها ريحت مدة خمس دقائق كيما راح تشوفوا عندي سافار البيض مع نصف ملعقة كبيرة تاع الحليب تقدروا تسغنائوا علي الحليب تديروا نصف ملعقة كبيرة تاعزيت واللي ما يحبوش ريحت البيض تقدروا تديروا الخل ولا لفاني هنا نبدأ ندهن في الخبز تاعنا هكذا بهذا الطريقة كيما راح تشوفوا وفي هذا اللحظات فرن تاعي سخون سخنته مسبقا راح نطيب لها الخبز تاعنا في مئتين دراجة ولا مئة وتسعين دراجة السنية راح نحطها في الوسط الفرن شعلوا من الاسفل ونخلي الخبز تاعي حتي طيب ويتحمر لي ملتحته من الفوق والنحيه واللي الفرن تاحها ما يحمرش يعني ملتحته من الفوق في وقت واحد راح بهذا ما يطيب راح تزيدوا تشعلوا لهم الفوق وتحمروه وهنا في الاخير راح نزينوا الخبز تاعنا بالسانوج والجلجلان ورح نتقبوه باش ما ينتعفق شما يديه لنشر القشرة وبباشرة راح ندخله للفرن طيبوه ونشوفوه في الشكل النهائي فيما بعد ان شاء الله وخبز الدار بعد ما طابلي نحيته من الفرن مباشرة وهو سخون غطيته بمنتيل خليته مدة خمس دقائق باش ترجع لي هذيك الحرارة ويبقى محافظ على الرطوبة تاعو كيما راكم تشوفوه جام ما شاء الله يجيب بزاف خفيف ورطوب اخف من الرشا وصفتنا اليوم بزاف سهلة انتملنا ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها واللي راح يجربوها نقولهم بالصحة ولنا وفي الاخير ما بقى لي غير نقولكم واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في امان الله